بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزة عظيم جدا جدا من قلوز السنة لعلم أكثر الناس كنت تكلمت كثيرا قبل ذلك عن الفضاء العظيمة للاكثار من قراءة صوت الإخلاص كل يوم وكنت قلت لحادثكم حاولا تقرؤوها بعد كل صلاة مئة مرة على الأقل للحديث الذي رواه طبعا تكلمت عنها باستفادة في دوس كثير الحديث الذي رواه ابن ماجا والإمام السيوتي في الدور المنصور وغيرهم من قرأ أقول والله أحد على مئة مرة على طهارة كتهارة الصلاة بعد أن يقرأ الفاتحة بل الله له مئة قصر في الجنة إلى آخر الحديث وتقول أنت لو أريت صوت الإخلاص وانت على وضوء بعد أن تقرأ الفاتحة مئة مرة ربنا أحب عليك على الأقل أوي مئة أصر في الجنة وربما أكثر بكثير هذا ما أحوضح لحضراتكم دلوقتي عشان كنت أقول لحضراتكم رواه مئة مرة بعد كل صلاة وأكثر غير الفضاء العظيمة الكثيرة جدا دخول الجنة من غير حساب وفتح أبواب الجنة التمانية وكل ثلاث مرات بتاخد ختمة كاملة سواب ختمة كاملة للقرآن وبراءة من النفاق يعني فضائل لا تحصل فيه ذكر لو أنت قلت بعد ما تقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ذكر في إخلاص التوحيد لله يضعف السواب أضعفا كثيرا فتقول الزكر ده بعد ما تخلص الورد بتاعك من قراءة سورة الإخلاص بعد كل صلاة وأنت على وضوء بعد ما تقرأ الفتحة على قلت ثلاث مرات أو لو تحب تزود يكون أحسن للحديث التي سأقوله الآن وسأقول لحضراتكم أيضا شواهد من السنة قويه إن شاء الله الحديث رواء الحسن الخلال في كتابه فضائل فضائل سورة الإخلاص الحسن الخلال اسمه أبو محمد الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن علي البغدادي الخلال إمام سقة حافظ كانوا يطلقون عليه مجود العراق مات سنة ربمية تسعة وتلاتين هجرية له كتب كثيرة أو مصنفات زي كتاب فضائل رجب وفضائل سورة الإخلاص وغيرها فالحسن الخلال ذكر هذا الكتاب في حديثه وسكت عليه وسكوت العالم بيبقى تحسين الحديث وتخصيح الحديث قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هاشم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرأ قلوا الله أحد ثلاث مرات ثم قال لا إله إلا الله واحدة لا نعبد إلا إياه ومخلصين له الدين ثلاث مرات بان الله له مئة ألف مئة مئة ألف ألف غرفة من در ويقوت بان الله له مئة ألف ألف غرفة من در ويقوت يعني مئة ألف ألف يعني مئة مليون غرفة مئة مئة مليون غرفة من در ويقوت ده اللي بيقرأ صوت الإخلاص ثلاث مرات ويقرأ بعدها يقوله بعدها الزكري العظيم ده في إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى لا لا إله إلا الله واحدة لا نعبد إلا إياه ومخلصين له الدين ثلاث مرات طبعا لو حبيت تزود لأن انت حتقل عواسع لو انت حتقرأ صوت الإخلاص مئة مرة ما فيش مئة عابة انت تزود لو قلنا ثلاث مرات ما قلت قلو عشر مرات عشرين مرات يبقى بكل ثلاث مرات صوت الإخلاص تقوله مرة أو المؤمن ما قلت قلش عن ثلاث مرات ف تشوفوا الصباب العظيم ف مئة ألف ألف يعني مئة مليون غرفة ف طبعا الحديث ده له شاهد يقوي ذكره ابن كسير في تفسيره وراه أيضا ابن أبي حاتم من حديث كعب الأحبار موقوفا كعب الأحبار أيضا من كبار علماء التابعين أسنى في زمن سيدنا عمر بن الخطاب وكان من أعلم أو ربما أعلم أهل الكتاب بكتب أهل الكتاب فواحد جاء له وقال له قال لي أحد الناس أني لو قرأت صوت الإخلاص ربنا يبني لي عشرة آلاف ألف ألف غرفة من ضر وياقود قال له قال له نعم أو عجبت من ذلك قال له نعم قال له وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصي إلا الله أو لم تسمع قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضعيف له أضعافا كثيرة ويقوي قوي ذلك وأكد ذلك اللي احنا قلناه قبل كده ما رؤيا برضا عن التابعين وغيرهم أن اللي بقول سبحانه الله بحمد ثلاث مرات ربنا ببنيله ثلاث مدائن في الجنة والحديث اللي أنا قلته قبل كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول سبحانه الله تسبيحة واحدة ربنا ببنيله بيديله في الجنة ميراس لو توزع على أهل الكرة أرضية كلهم كل واحد ياخد قد الكرة أرضية كلها عشر مرات يبقى نستكسر على الله سبحانه وتعالى أننا قرأنا صورة الإخلاص عشر مرات ثلاث مرات قلنا الزكري العظيم ده ربنا يا ابن الله مئة ألف ألف غرفة من ضر وياقوت يعني مئة مليون فطبعا صواب عظم جدا فيا ريت كل اللي بيسمعني دلوقتي بعدما تخلص وردك بعد كل صلاة وأنت على طهارة وعلى وضوء بعدما تقرأ الفاتحة بعدما تخلص وردك من قراءة صورة الإخلاص قول هذا الزكري ثلاث مرات أو أكتر كل ما تزاود يكون أفضل لا إله إلا الله واحدة لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ثلاث مرات فأنا أحاول أكتبكم كلام ده في الوصف بتاع الفيديو انساكوا هذا الكلام وانشورنا شكرا هذا لبي في الثواب العظيم قولوا قولي هذا أستغفر الله لي عليكم